اشتركوا في القناة واللسان والاسنان والشفتان الخيشوم وهو التجويف الأنفي الذي خلف الأنفي وفوق غار الحنكي قال الإمام الجزري رحمه الله والرى يدانيه لظهر أدخل مخرج الرى من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة الصواب أن نقول اللثة يا إخوة ولا يقول اللثة من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة قريبا من مخرج النون أر ر غرو لما ينطق الواحد منا حرف الر عندنا ثلاث احتمالات الاحتمال الأول أن يكون بعيدا زيادة عن اللزوم عن غار الحنك يقول بسيطة الرحمن الرحيم فإذا كان اللسان بعيدا أكثر من اللازم سوف يخرج صوت فموي عائم هذا لا يصح وليست الراء الفصيحة هكذا الأمر الثاني أن يكون اللسان يقرع غار الحنك ولكن يبقى في الوسط فجوة لأن اللسان عند نطق الرأي يتقعر قليلا ويبقى في الوسط هنا في وسط اللسان فجوة لا تلامس غار الحنك منها يتسرب جزء من الصوت هكذا أر أر هل سمعتم هذا الصوت الضعيف؟ لكنه موجود هذه الفجوة هذه الفتحة البسيطة التي يمر منها جزء الصوت تحمي الراء من التكرير ولكن المخرج صار ضيقا لذلك نجد في اللسان ارتجاف قليل أر ونجد اللسان فيه ارتجاف هذه صفة اسمها صفة التكرار ستأتي معنا بإذن الله تعالى في صفات الحروف إذن الوضع الصحيح لللسان كما رأينا في اللوحة أن نقول أر أر هذا معنى قول ابن جزري رحمه الله ور يدانيه لظهر أدخل الوضع الثالث أن يحكم الإنسان إلصاق طرف لسانه على غار الحنك إحكاما كاملا بحيث يقفل المخرج هذا أمر لا يصح لأنه يؤدي إلى انقفال تام للمخرج فمن أين يمر الصوت فيضغط الهواء الخارج يضغط على اللسان ويجبره إجبارا أن يبتعد عن مخرج الرأي فيبتعد فلما يبتعد يخرج الصوت ويخف الضغط خلف اللسان فيعود اللسان ويقفل فينشأ ضغط جديد ويجبر اللسان على نزول وهكذا تجد اللسان مرة في حالة قفال ومرة في حالة فتاح ويؤدي إلى ظهور أكثر من راء الرحمن الرحيم الرحيم وهذا هو التكرير المنهي عنه ولا يصح أبدا لأنه يولد راءات عديدة وكم نهى العلماء والقراء الأئمة عن هذا في كتبهم فلننتبه إلى هذا الأمر لاحظوا هذه اللوحة التي فيها مقارنة بين كيفية توضع اللسان في الراء المفخمة وفي الراء المرققة أعود فأقول هنا كما قلت في اللام إن عمل رأس اللسان واحد عمل رأس اللسان واحد في الراء المفخمة والراء المرققة الر 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 ولكن الفرق في توضع اللسان في جزئه الخلفي لاحظوا بأن اللسان في الراء المفخمة قد تقعر وسطه وارتفع أقصاه قليلا وأيضا تضيق الحلق وذلك برجوع لسان المزمار إلى الخلف قليلا جربوا الر الر فتجدون الكلام الذي قلته لكم صحيح إن شاء الله تعالى بينما الصورة اليسرى تبين لنا الراء المرققة الر نجد بأن اللسان لم يتقعر الحلق لم يتضيق كما حدث في الرأي فلننتبه إلى هذا الأمر شكرا لكم